شاء الخير عاملين ايه? توقعات برج الحوت تلت اسبوع عن شهر ستمبر الفين اتنين وعشرين. ننتكلم عن الجانب المهني والجانب العاطفي بخصوص العزاب والمرتبطين والمتزوجين. وكمان هتكلم عن الجانب المالي والجانب الاسري. وهيبدأ بالجانب المهني. الجانب المهني. هيكون في صعوبات في الشغل لموليد برج الحوت. ولكن اللي مكتوب ان مواليب برج الحوت هيعدوها الصعوبات دي في الجوة العمل يعني او داخل الشغل هيعدوها بزكاء وكمان باسلوبهم. على فكرة برج الحوت دايما مرهف يعني حساس كده واسلوبه وفيه رئة كده. حتى الولاد يعني والرجالة تلاقي اسلوبهم كده راكي كده. ده ده اللي كل تقارية عن برج الحوت بالمناسبة. فبيقولك ان هيعدوه بزكاءهم وباسلوبهم وحط تحت اسلوبهم دي خطوط كتير انهما فعلا دايما بيبقى اسلوبهم حقيقي محترم قوي. وكمان هيكون في دعم منه اشخاص محبين ليهم. دي حاجة كويسة. اسلوبهم اسلوبهم في التعامل داخل الشغل هو ده اللي هيكل لهم يعدو المحنة دي. وانا اشك يعني في النسبة في الكلام ده لو الطاقة ده طلع صحيح ان اسلوب برج الحوت ممكن يتعامل في الصعوبات دي ليه طريقته كده المحترمة. اللي انه مش متعصب بالعكس هو دايما مش بتاع مشاكل. وده ممكن يخليها فعلا ان يعدي اي صعوبات. بس ولكن طبعا خلينا نقول انه مش شرط ان كل موالي برج الحوت ينطبق عليهم كل صفات وعيوب يعني. لأ ممكن اشخاص بتختلف عن الابراجة. المهم ان ربنا يوفق الجميع ويديهم الحكمة يا رب ويقويهم ع الصعوبات دي وتعدي. خشوا بقى على الجانب العاطفي وابدأ بالعذاب. عزاب برج الحوت المفروض ان في علاقات في الاسبوع التالت والعلاقات دي هكون نكحة جدا. ومش كده بس المفروض فيما بعد انها هتنتهي النهاية رسمية. اهم حاجة بس ان انتوا تدرسوا بعض زي ما انا دايما بقول للعذاب ويا رب يا رب يبعت لكل ولد وكل بنت الشخصية المناسبة. يا جماعة بس برضو حابب اكد عليكم اهم حاجة ان الارتباط يجي بالعقل. يعني ركزوا مع بعض شوية في تفاصيل بعض عشان تعرفوا الاشخاص اللي انتوا هترتبطوا بيا سواء انت او انت. وتاني يا رب يبعت لكل ولد وبنت الشخصية المناسبة. يعني دي حاجة اللي احب يتمنها للجميع. عشان يبقى مستقبل كده مشرك ومبهج. بعيد عن اي نكد يعني. او لو جي في نكد حتى ما يطولش يعني بنكد عابر كده يعدي بسرعة. وده بناء على الاختيار الصح. خش بقى على المتزوجين والمرتبطين. متزوجين والمرتبطين. الاسبوع التالت اسبوع مستقر جدا وكمان هيكون على قدر ده بقى زي ما مكتوب بالزبط يعني. على قدر عالي من التفاهم. يعني اتمنى ده. ويا رب يا رب دايما ان يكون فيه تفاهم ما بين المتزوجين والمرتبطين والناس كلها يعني نتمنى. وربنا يهدي سيرو كل بيت ويكمل للمرتبطين على خير. خش بقى على الجانب الاسري. الجانب الاسري هو مكتوب مش مكتوب تجمعات لكن مكتوب نصيحة على طول ده اللي قريته البعض في التجمعات العائلية مكتوب كده نصيحة عن البعض عن الاحاديس التفا او يعني المناقشات التفا ابعيده عن الاحاديس التفا فهيخلي بالك يعني. هي الاحاديس التفا ممكن تعمل المشكلة اه لو عدا ندقى ونعانت فيها وندخل فيها بعمق اه ممكن تقلب لمشكلة. ان هو محظر من حتة الاحاديس التفا فالتفا ممكن تقلب بجد زي الهزار ما بيقلب بجد عادي ما بين الصحاب وما بين الاهل. فكلمة طلعت كده كلمة فلتت كده اللي قدامي بياخد على خطره بتبتدي الدنيا تشد. فلا يعني ونتمنى يا رب اني اه لكل عيلة تتجمع على محبة وسعادة وفرح. خش بقى على الجانب المالي. الجانب المالي مواليد برج الحوت محتاجين ارادة قوية لتعدي الظروف المالية في الاسبوع التالت من شهر سبتمبر. محتاجين ارادة قوية ده اللي مكتوب علشان يعدهم الظروف المالية في تالت اسبوع من شهر سبتمبر وهقول لكم بقى حاجة تانية. المفروض كمان ان مواليد برج الحوت هيلاقوا طريقة للتغلب على الظروف دي. يعني ده مواليد برج الحوت انا شايف ان انتم يعني ما شاء الله بتسلكوا يعني يا رب اتمنى ده هو ده المكتوب بصراحة وانا اتمنى ده طبعا كل حاجة بالعقل بتمشي اما حاجة بس يكون الفكر سليم وصحيح ويا رب يرزق الجميع ويكونش فيه اي ظروف مالية تكون صعب على اي حد يا رب لو عجبك الفيديو او عجبك تسوش دعموني بلايك ولو مش مشترك او مشتركة قرية تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديوهات نوع لو انت اول مرة تشوفوني فانا كمان بعمل فيديوهات معلومات عامة تقدروا تاخدوا فكرة من اللينك اللي هسيبه في الوصف الديسكريبشن تحت تاخدوا فكرة عن الفيديوهات يا رب تعجبكم كمان بنازل فيديوهات التوقعات دايما شكرا لكم بعد سلامة